تنادي المقاربات التعليمية الحديثة إلى جعل التعلم أكثر جاذبية وجدوى من خلال تنويع طرق التدريس وتفعيل دور المتعلم وبث الرغبة والحافز لديه للتعلم لهذا فإن اعتماد أساليب التنشيط أضحى وسيلة ناجعة ومهمة لذلك ونعرض لكم في هذا المقطع بعض أهم تقنيات التنشيط تتم هذه التقنية باستحضار مشاكل مستقات من المحيط اليومي إذ يقوم المدرس بطرح المشكلة بدقة على جماعة القسم وتحديد شكل العمل جماعة أو في مجموعة يتفاهم المتعلمون المشكلة ويقومون بدراستها واقتراح حلول أولية لها ويدون مقرر عن كل مجموعة الحلول المقترحة بعدها يعرض كل مقرر المقترحات ويتم اختيار الحلول الأكثر واقعية للتأكد من صحتها سواء عبر التجربة أو التوثيق أو الملاحظة وفي النهاية يتوصل الجميع إلى الحلول الممكنة وطريقة الوصول لها وتدون في تقرير أو على الصبورة تقنية العصف الذهني أو تداعي الأفكار تهدف هذه التقنية إلى توليد أكبر قدر من الأفكار لمصلحة موضوع ما إذ يعرض المدرس المنشط المشكلة أمام المجموعة ويوضح أبعادها بعدها يدل الحضور بآرائهم واقتراحاتهم بإطلاق الحرية لأفكارهم دون قيد أو نقل مع تدوين التدخلات من طرف المقرر بعدها يتم تحليل الأفكار والاقتراحات وتركيبها للخروج بخلاصة واستنتاج عنه تتم هذه التقنية في نقاش يدور بين مختصين أو مجموعة من التلاميذ الذين اطلعوا جيدا حول موضوع معين تحاوره مجموعة أخرى لمدة عشر دقائق ويمكن للمدرس التدخل للتوجيه أو تقديم معطيات تكميلية كلما اقتضى الأمر ذلك بعدها يقوم باقي التلاميذ الذين تابعوا الحوار بتقديم أسئلتهم وتدخلاتهم حول الموضوع وفي نهاية النشاط تؤلف جماعة القسم تحت إشراف الأستاذ المنشط النتائج المحصل عليها وكتابتها في تقرير لاتخاذه مرجعية للموضوع تقنية الرسول تقوم على تقسيم جماعة القسم إلى مجموعات من أربع أو خمس أفراد مختلف الجنس والتحصيل الدراسي والأداء يختارون سفيرا يمثلهم لدى المجموعات الأخرى تتصف بالتواصل والقدرة على التعبير عن مضمون تعلماتهم يتم تقسيم محاور الموضوع على المجموعات كل واحدة تتكلف بمحور معين يدرسونه مدة عشر إلى خمسة عشر دقيقة مع تسجيل نتائجهم وتدوينها من طرف الرسول عند نهاية الوقت يقوم الرسول بالتواصل مع المجموعات الأخرى لعرض ما توصلت إليه مجموعته بوتيرة دقيقتين لكل مجموعة يسجل الرسول رسائلهم على الصبورة بعد الانتهاء من مهمتهم ليتقاسموها فيما بينهم في نهاية النشاط يتدخل المدرس المنشط لتركيب ملخص للدرس بمعية المتعلمين ومشاركاتهم ويسجله عندهم كمرجعية للدرس يقوم المنشط أو المدرس بتهيئة التلاميذ وتحميسهم عن طريق تقديم ظاهرة اجتماعية وشرحها وتوضيح كيفية القيام بالأدوار للمجموعة بعدها يتم اختيار التلاميذ الذين سيقومون بتقمص الشخصيات دون أن يتدخل المدرس في تفاصيل ما سيؤديه المتعلم في دوره ينتقل الجميع إلى تهيئة المكان أو المسرح وأمكنة جلوس بقية التلاميذ المشاهدين يشرع الممثلون في تقمصهم للأدوار بكل عفوية ويحق للمدرس بإيقاف الموقف مؤقتاً أو تقسيمه إلى عدة مواقف بالاتفاق مع باقي التلاميذ عند الانتهاء تتم مناقشة الأدوار وترحي الأسئلة على الممثلين وفي النهاية يتم تركيب الآراء المعبر عنها وإعطاء خلاصة نهائية حول الموضوع يقوم المنشط بتقديم حالة مستوحاة من الواقع المعيشي على شكل موضوع محدد وعرضه على جماعة القسم مع تحديد المطلوب منهم يقرأ موضوع الحالة من قبل المجموعات أو جماعة القسم ثم يشرع في تحليله ودراسته وفهمه وتقديم مقترحات يعمل مندوب كل مجموعة على كتابتها ويتدخل المنشط كلما استدعى الأمر لذلك لتقديم المشورة والمساعدة في النهاية يعرض كل مندوب من الحلول المقترحة فيتم تدوينها وتقاسمها لدى الجميع تقنية المحادثة يختار كل تلميذ أحد الرقمين واحد أو اثنان لتشكيل مجموعات ثنائية كل حامل رقم واحد يسأل زميله رقم اثنين مدة دقيقة بعد ذلك يتم تبادل الأدوار في نهاية النشاط يعرض كل تلميذ نتيجة حواره على جماعة القسم تقوم هذه التقنية على البناء التدريجي للتعلم حيث يطلع المنشط المتعلمين على موضوع النشط وأهدافه ثم تمنح لكل شخص ثلاث دقائق للتفكير في الموضوع وتحريره في ورقة بعدها تشكل ثنائيات تعمل على تركيب الإجابتين في إجابة واحدة مدة ثمان دقائق وتتكرر العملية في مجموعات من أربع أفراد ثم من ثمان أفراد يطلب من كل مجموعة تسجيل إنجازها النهائي على الصبورة أو في أوراق كبيرة ويتم تنقيح الإجابات وتركيبها للخروج بتأليف جماعي يدونونه عندهم تقنية فيليب ستة في ستة تقوم على إنشاء مجموعات تتكون من ستة أفراد يختار كل فرد المجموعة التي يرغب في الانضمام لها تختار كل مجموعة مقررا وناطقا بإسمها ورئيسا يدير جلستها يتناولون موضوعا معينا ولمدة ست دقائق توزع تساويا دقيقة لكل فرد يدون المقرر جميع الملاحظات والتدخلات على ورقة ثم يعاد قراءة التقارير ومناقشتها من قبل الأعضاء وعند انتهاء الوقت يعلق كل مقرر تقرير مجموعته ويقرأه على جماعة القسم إذا أعجبكم المحتوى فلا تنسوا تشجيعنا من خلال الاشتراك والضغط على زر الإعجاب والجرس مع ترك تعليق فملاحظاتكم تهمنا